جاء إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنه سيقوم وبالتنسيق مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي لبحث إمكانية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية جاء الإعلان مفاجئاً للكثيرين في العاصمة واشنطن بعد أن كشف المدعي العام للمحكمة كريم خان أنه بصدد إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار تصريح بلينكين توفق مع جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي حيث أكد أنه ملتزم باتخاذ إجراء ضد هذا القرار الخاطئ للغاية حسب رأيه وتأتي تصريحات بلينكين ضمن حملة يتزعمها الجمهوريون لفرض عقوبات على مسؤول المحكمة الجنائية الدولية والتي دخلت مرحلة التصويت فيما أعرب السيناتر لانسي جراهام عن قلقه بشأن إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار قائلاً آمل أن نجد معاً طريقة لتهديئة استيائنا من المحكمة الجنائية الدولية لأنهم إذا فعلوا ذلك بإسرائيل فسنكون التالي وعلى النقيدي من كلام جراهام جاءت تصريحات السناتر بيرني ساندرز داعمة لقرار المحكمة الجنائية الدولية وفي تناقض مع هذا الموقف الجديد كانت الولايات المتحدة قد أيدت قرارات سابقة للمحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أنها ليست عضوة فيها وعلى رأسها مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا موقف لا يعكس بالضرورة عمق الخلاف بين بايدن ونتنياهو حول الحرب في غزة واستهداف المدنيين بقدر ما هو ضرورة تكتيكية انتخابية في سنة انتخابية بامتياز فالرئيس بايدن بين خيارين كلاهما مر فإن هو عارض دعم إسرائيل سيفقد دعم اللوب اليهودي في أمريكا وإن هو دعمها سيفقد دعم شريحة الشباب واليسار الليبرالي إن لم يكن قد فقده بالفعل جيهام منصور من أمام مبنى الكونغرس الأمريكي ميديان تيفي واشنطن واشنطن ترجمة نانسي قنقر